عمال العالمي مهددون في يوم عيدهم وذلك وفق تقارير عدة عن مستقبل الوظائف في العالم فماذا تقول التوقعات؟ وفق تقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من المتوقع يتغير ربع الوظائف عالميا خلال السنوات الخمس المقبلة وقد وجد التقرير أن أصحاب العملية توقعون خلق 69 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2027 مقابل إلغاء 83 مليون وظيفة ويعني ذلك أن 14 مليون وظيفة ستختفي في كل أنحاء العالم خلال هذه الفترة أي ما يعادل 2% من العمالة الحالية ما هي الوظائف الأكثر والأسرع نموا؟ يتصدر متخصص المركبات المستقلة والكهربائية القائمة مع توقعات بنمو أكثر من 40% في السنوات الخمس المقبلة يليهم بفارق بسيط متخصص ذكاء الاصطناعي وحماية البيئة مع زيادة متوقعة بنسبة 35% خلال الفترة نفسها أما أبرز الوظائف التي ستشهد أسرع معدل تراجع فهي تلك المعرضة لخطر الاستبدال بالذكاء الاصطناعي والروبوتات وأول هذه الوظائف موظفو المصارف مع انخفاض يقدر بـ 40% يليهم السكرتاريا الإدارية والتنفيذية والمحاسبة ويشير التقرير إلى أن هذه المهن تمثل أكثر من نصف إجمالي الخسائر المتوقعة للوظائف في العالم في ميزان العمل والبطالة هناك أكثر من 3 مليارات و300 مليون عامل في جميع أنحاء العالم في المقابل يتوقع أن تصل البطالة هذا العام إلى 208 ملايين شخص